نعم أنا أرى أن يكون اخترارياً مع احترامي لكل العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية لكن هناك دول أخذت الطابع الأغلب على العادات والتقاليد بالذات بالحجاب وأيضاً اللبس الوطني ممكن يعني الرجل يلبس القطرة والإعقال والمرأة مثلاً الشيء اللي نسميها أو اللفة اللي هو متعارف عليه الحجاب قد لا يتكون المسألة بس شرعية قد تكون هي عادات وتقاليد ونحن نحترم الشريعة الإسلامية ونحترم أيضاً العادات والتقاليد ولكن لو بتكلم أنا على دولة الكويت فالدستور نفسها تكلم عن حرية العقيدة واحترم جميع الأديان والمذاهب وأيضاً لم يضع المشرع أو أيضاً وزارة الداخلية لم تضع شرط من شروط وضع الصورة أن تكون المرأة محجبة بل تركت هذا الأمر ووضعت شروط الخلفية للصورة أن تكون مثلاً زرقاء أو لون معين حتى تتحد اللوحة الخارجية ولما يكون الجواز يكون واضح طبعاً من الصعب وايد لما تأتي المرأة تصور في الحجاب أو اللفة الشيء اللي نسميها وايد صعب لما تطلع خارج دول مجلس التعاون وهي قد لا تكون محجبة ولكن العادات والتقاليد تخليها تقط شيلة على شعرها كأي دولة إسلامية في واحد دول أيضاً إسلامية من هذا القبيل فيصير عليها حرج وأيضاً إشكالية قانونية وأمنية عليها خارج دول مجلس التعاون خصوصاً الدول الأوروبية وأمريكا والدول الخارجية لماذا؟ لأن الشكل سيكون مختلف هي يعني يفترض أن اليوم نحن نتخلم عن الحريات أيضاً بالنسبة للتصوير وكذا في حدود ما رسماه القانون أن تكون الخلفية لون معين هذا يعني نقدر نتقبله موضوع العادات والتقاليد نحن نحترمها ولكن رأي الشخصي أن تكون هناك حرية مطلقة مثل دولة الكويت أن خلتها حرية مطلقة المحجبة أو سافرة يضعون صورهم إلا إذا كانت منقبة لابد من خلع النقاب علشان الصورة تكون واضحة